صعدت إسرائيل خلال الساعات الأخيرة هجماتها ضد مواقع حزب الله جنوب لبنان وركز الجيش الإسرائيلي في قصفه على منصات إطلاق الصواريخ التابعة للحزب وسط تأكيد جالانت بالتركيز على جبهة الشمال في هذا السياق علن الجيش الإسرائيلي أن طائراته ضربت عددا من منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله في جنوب لبنان نتيجة لإحدى الضربات الناجمة على منصات الإطلاق تم رصد عدة قذائف باتجاه الأراضي الإسرائيلية اخترقت إحدى القذائف من لبنان الأجواء إلى منطقة مجدال تيفن وسقطت في منطقة مفتوحة لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات ولكن دوت صفارات الإنذار في المنطقة وفقا للبروتوكول أما باقي القذائف فلم تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية ويعتقد كثيرون في إسرائيل أن حربا أخرى في لبنان أمر لا مفر منه وعلى رأسي هؤلاء وزير الدفاعي أفغالانت الذي طالب بتوسيع أهداف المواجهات وهذا أمر أكده رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو عدة مرات ففي وقت سابق وخلال زيارته للحدود مع لبنان اعتبر نتنياهو أن وقف الهجمات الإسرائيلية ضد حزب الله سيكون عند إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمل أنا هنا على حدود لبنان مع قائد المنطقة الشمالية والقادة والجنود الذين يقومون بعمل رائع قبل أيام أحبطنا هجوم المفاجئة لحزب الله على دولة إسرائيل ودمرنا ألاف الصواريخ قصيرة المدى والتي كانت مواجهة إلى الجليل والجهولان متى ستكون نهاية القصة فقط عندما نتمكن من إعادة الأمن والمواطنين إلى بيوتهم بأمان وهذا ليس شعارا هذا هدف الوطني من الدرجة الأولى وسنقوم بتحقيقه بمساعدتكم للمزيد من المتابعة معنا من بيروت المحامي والباحث السياسي جوزيف أبو فاضل سيد جوزيف مرحبا بك معنا كما تبعت إسرائيل تستمر في ضرب منصات حزب الله وربما كوادر في أكثر من مرة هل بات حزب الله مكشوفا أمام الإسرائيليين؟ أول شيء بسر خير لألك والمشاهدين الكرام تاني أن الأمر بطبيعة الحال من يحكم الجو هي إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية لكن كل هذه العنطريات التي يكون بها نتنياهو لم تأتي من العدم فزيارة نتنياهو إلى أمريكا هناك قبل الزيارة وبعد الزيارة زيارة نتنياهو إلى أمريكا استطاع أظن يقينا أنه أن يحصل على موافقة الدولة العميقة وأن يحصل على دعم أمريكي غير محدود بالنسبة للحرب التي تحصل الآن فهو أكيد بطبيعة الحال الدولة العميقة أقصد بها الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي معا لذلك الحزب الله لا يريد الحرب في لبنان مع أنه ضرب قاعدة جليلوت بعدة مسيارات وأصابها وهناك تكتم حول هذا الموضوع الأحد الفائد لكن الضربات التي يتلقاها حزب الله ضربات كبيرة لأن من يتحكم في الجو هي إسرائيل وهناك هدف لدى نتنياهو كما الكل يعلم إعادة سكان الشمال والمستوطنين إلى شمال فلسطين المحتلة وبالتالي هناك قول أيضا لحزب الله والكل يعلم أن أنا شخصيا أصدق حزب الله وأصدقه أكثر ما أصدق إيران لأن حزب الله بطبيعة الحال هو الذي رد بقدر ما يستطيع أن يرد وأصاب هذه القاعدة التي تكلمنا عنها جليلوت أو ما هناك وبالتالي الأمور أصبحت كلاسيكية بالمنطقة ومحدودة نتنياهو يريد إعادة السكان في حين أيضا حزب الله يريد أن يساند غزة أستاذ جزيف اسمح لي على المقاطعة اسمح لي على المقاطعة لكن البعض يرى أن هذا الرد لحزب الله هو رد محتشم يعني في الوقت الذي تقتل فيه إسرائيل قياداته تدمر وتقتل حتى مدنيين من الجهة اللبنانية هو ربما يضرب قواعد قد تكون خالية كما يقول البعض ضد إسرائيل وحتى العملية الأخيرة ردا على اغتيال فؤاد شكر لم يتبين بالفعل إن كان قد أصابت أهدافها بعناية كيف نفسر ضبط حزب الله لنفسه رغم الشراسة الإسرائيلية سيدي حزب الله هو ملتزم بهذه العملية العسكرية اللي إلى دخلنا بالشهر 11 هو ملتزم تحت شعار مساند الغزة طالما هناك فوضى حربية في غزة ورئيس حركة حماس يحيى الصنوار على قيد الحياة ولو بشكل رمزي يقاتل بغزة إذن الحرب سوف تستمر على الضفة الغربية وعلى جنوب لبنان إلى أن تنتهي عملية غزة هذه قميص عثمان اسمها غزة التي سقطت وتشعبت فيها الأمور هذه يجب أن تنتهي العملية إذا تنتهي حرب غزة تنتهي الحرب فورا لكن حجة نتنياهو لبقائه في السلطة هو كل لعبة عليه أن يدور دائما كي لا يزقط نتنياهو استطاع أن يجند العالم كله والغرب أنه هو المظلوم فقط المستوطنين قد تهجروا من شمال إسرائيل لكن أولاد الجنوب والبلدات التي تهدمت أكثر بكثير من هؤلاء كما تفضلت الضرر الذي أصاب لبنان كبير جدا معنويا وماديا وبشريا حتى قيادات حزب الله وغيرهم من الشخصيات طيب سيد جوزيف أيضا فيما يتعلق بغزة إسناد غزة الإسرائيلي يرى أنه جبهتين مفصولتين تماما والآن الحديث يعني يؤاف غالانت يقول بأنه سنوسع الحرب إلى منطقة الشمال هل تعتقد بأنه حان الوقت لداء الإسرائيليين لإعادة سكان الشمال إلى مواقعهم وبالتالي التعامل مع حزب الله بشكل مختلف هذه المرة ما رأيك؟ بطبيعة الحال نتنياهو لن يرحم حزب الله إذا استطاع أن ينهيه كليا ولكن القصة لا يستطيع الدخول يستطيع أن يقصف ويدمر لكن هناك أنفاق حزب الله لن يتضرر كما تتضرر البلدات والمدنيين هناك قيادات بحزب الله قد قتلت قد اقتالها نتنياهو وهو مستمر فهناك قبل زيارة أمريكا وبعد زيارة أمريكا قتلوا إسماعيل هنية قتلوا فؤاد شكر قتلوا كثير من القيادات بطبيعة الحال المعلكة لا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحزب الله إسرائيل هي مسيطرة على الوضع تستطيع أن تهدم أكثر وتقتل أكثر وتدمر أكثر لكن إذا أراد نتنياهو أن يطبق القرار ألف سبعمائة واحد على طيقته الحربية فمعناها أنه هناك حرب سوف تحصل لكن أنا حسب معلوماتي حزب الله لا يريد حتى حرب الاستنزاف المحاصل الآن ولا يريد حرب شاملة الذي يريد الحرب هو نتنياهو وبعد قيادات حماس التي أمثال خالد مشعل وأمثالي الذين يطلون من قناة الجزيرة والذين يطالبون يطالبون الأخوة الفلسطينيين أن يتحولوا إلى استشعاليين وهم موجودين في الفنادق هناك مشكلة كبيرة على الفلسطينيين وعلى اللبنانيين في الحرب الحاصلة اليوم هناك مشكلة كبيرة وحتى رئيس بعثات حفظ السلام الأممي سيد جوزيف جون بير لكروة اعتبر أن أحد المخاطر خصوصا في جنوب لبنان هو أن كل من إسرائيل وحزب الله لا يفهم بالضبط ما هي حسابات الجانب الآخر وهذا يدفعنا للتساؤل هل هذا مؤشر على أن خطر الحرب الأقليمية وارد وبنسبة كبيرة أنا برأيي حرب أقليمية هناك ثلاثة سيناريوهات سيناريو أن تبقى الحرب كما هي وأن يسعى حزب الله إلى أن تبقى قواعد الاشتباك كما هي هناك ضربات أوسع من هذه الحرب سيناريو الآخر هناك ضربات أوسع من هذه ولكن لا تلامس الحرب الشاملة وتتقدم على الحرب الكلاسيكية وهناك حرب شاملة تتدخل بها كل المحور الممانعة ويغلقون ساعتها باب المندب وكل هذه الممرات وتتدخل إيران شخصيا لأنه في حال استطاعت إسرائيل القضاء على حزب الله وهذا أمر صعب أن يحصل استطاعت أن تحقق هذا الأمر بعدها ستنتقل إلى الحوسيين وبعدها إلى النجباء وبعدها إلى زينبيون في حين أنه نرى أن الجبهة السورية لن تتحرك لا اليوم ولا غدا إلا إذا صار في حرب شاملة ممكن كم كتيبي يتحرك وليس أكثر لأن الأوضاع مختلفة تماما هناك محور الممانعة اليوم ليس متراص كما قبل يعني ما قبل سبعة أكلوبر غير بعده وخاصة بعد اغتيال هنية واغتيال فؤاد شكر في قلب الضاحية لذلك هناك حسابات لدى الفريقين ولو كان يستطيع يعني هو يستطيع لكن سوف تحصل حرب شاملة لو يستطيع التقدم نتنياهو لكان التقدم بريا لكن هو يتكل على هذا القصف القصف النوعي والتدمير النوعي لكل أبناء الجنوب وأبناء البقاء وسيقتل أكثر وسيغتال أكثر واللبنانيين نحن دخلنا والإسرائيليين بشمال فلسطين دخلنا بمرحلة التعليم هناك سنة دراسية سوف تبدأ ماذا سيفعل نتنياهو وقد تكون سنة بيضاء نظرا لهذه الاشتباكات المستمرة والحرب المشتعلة نشكرك جزيلا شكر سيد جوزيف أبو فاضل المحامي والباحث السياسي اللبناني كنت معنا من بيروت شكرا لك